أكد سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر التزام الكويت بمكافحة ظاهرة الإرهاب وتمويله واتخاذ الحكومة لخطوات هامة وجد في ذلك الموضوع وأضاف السفير تعليقا على قرار واشنطن وضع ثلاث مواطنين كويتين على قائمة تمويل الإرهاب أن دولة الكويت أقرت قانون مكافحة الإرهاب وتمويله وأنشأت الأليات التنفيذية لتفعيل هذا القانون وشدد الشيخ سالم الجابر على أن دولة الكويت مستمرة في التعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة في الوقت نفسها أوقف موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم حسابي كل من شافي العجمي وحجاج العجمي وجاء ذلك بعد وضعهما على قائمة الإرهاب